دانى مجلس عدن السياسي تهجير ميليشيا المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات عددا من المواطنين في جبل الفورس بكريتر ودار سعد وبعض ضواحي عدن وقال المجلس في بان الله إن ما يحدث في عدن هي سلوكيات وسياسيات وسياسات ترسخ الاستبداد والطغيان بتطرف عنصري مبني على كراهية مقيتة وإن مداهمة التجمعات البشرية هو أشد صور العنصرية تطرفا وأضاف أن الانتقالي حاول إخضاع عدن بالعنف والعنصرية بعد فشله في إيجاد حاضنة شعبية